للفريق الحركي تفضل السيد الرئيس في دقيقتين السيد الرئيس السيدات والسادة النواب محترمين السيدات والسيدين الوزيرين بدورنا في الفريق الحركي ندين ونشجب التقرير الكاذب والمتحامل لمنظمة العفو الدولي الصادر يوم 22 يونيو 2020 هذا التقرير الذي يشكل حلقة أخرى من سلسلة التقارير التي دأبت هذه المنظمة على إصدارها في حق بلدنا والتي تغيب عن غالبيتها المصداقية المطلوبة وصروط التحدي الدقيق مما يطرح التساؤل عن خلفية مثل هذه التقارير التي يتبين بأنها تخدم أجندة أخرى غير المهمة المنوطة بها والتي تبدو في ظاهرها مهمة إنسانية ولكنها في الواقع تخدم أجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان في هذا الصيار لا يسعنا إلا أن نتم من البلاغ الذي أصدرت الحكومة المغربية والتي طلبت بكل الموضوع المطلوبة في مثل هذه المواقف تقديم هذه المنظمة للحجج والأدلة المفترضة التي اعتمدتها في هذا التقرير المتحامل وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية لا سيما فيما يتعلق بالدعائها أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية إن الطلب المغربي يأتي بطبيعة الحال تفعيلا للقاعدة الفقهية البينة على من ادعى ولكن يبدو أن هذه المنظمة أصبحت لا تتقن إلا الإمعان في التشهير بالمملكة عن باطل بالطبع أطلب في الختام للحكومة اتخاذ كل التدابير الضرورية اتجاه كل المنظمات التي تحاول المساس به بلدنا شكرا سيد رئيس شكرا سيد رئيس شكرا سيد رئيس شكرا